أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق وسطية تصر الجزائر أمام رئيس الأركان الفرنسي الذي يزورها على خارطة المدافن أو مقابر النفايات النووية بعد التجارب التي قادتها فرنسا في عهد الاحتلال بصحراء الجزائر خصوصاً وأن الجيش الجزائري الآن قام بتأهيل موقعين هناك موقعين اليوم قام الجيش بإدارة تأهيلهما المسألة تتعلق بالجيش وأن المسألة النووية ما بين الجزائر وما بين فرنسا هي مشكلة الجيش وليس مشكلة الساسة هذه أول رسالة يخاطب بها الجيش الوطني الجزائري نظيره الفرنسي المسألة لا تتعلق بالساسة لا تتعلق بالقنوات السياسية أو الدبلوماسية بل تتعلق بجيش لجيش الجيش الفرنسي في مقابل الجيش الجزائري هذه الرسالة الأولى التي فهمها جيداً ماكرو فدعا إلى تعويض رمزي وليس تعويضاً مادياً ببساطة فإن التعويضات من الآن لن تكون إلا رمزية خطوات رمزية وليس هناك تعويضاً مادياً بالنسبة للجيش الجزائري يطمحوا ما دام الساسة لم يستطيعوا أن يحققوا أي شيء فإن الاعتبار يجب أن يكون مرتبطاً بالتجارب النووية وهذا حق للجيش والشعب الجزائري إذن العملية هنا أن هناك عزل وفصل القضية النووية والاعتذار بخصوص التجارب النووية غير التقليدية والتي سببت فيه كوارث هنا يعالج الجيش المسألة النووية بعيداً عن الجدل حول تاريخ حول تاريخ الاستالك مما هو معروف ووصل الجميع إلى توصيات بهذا الخصوص ولكن تبقى في نظر الجزائريين غير كافية وبالتالي فإن على فرنسا أن تقدم الاعتذار بخصوص تجاربها النووية لأن على شعب حي كل التجارب كانت في جزر كانت في مناطق غير مأهولة بالنسبة لاختيار الصحراء الجزائرية والعمل عليها بالطريقة التي تمت يعترف الجميع بأن على فرنسا أن تقدم الاعتذار بخصوص هذه التجارب على وجه أخص وليس على وجه أعم بالنسبة للتاريخ الاستعماري والجرائم الحرب التي قام بها الاستعمار الفرنسي في الجزائر مهم جدا هنا أن الضغط على هذه النقطة يسير باتجاه أن يسكت الفرنسي على ما قد يسمى بالتسليح الجزائري الذي تدخل فيه ماكرون لأكثر من مرة ورأى فيه بالضرورة أن يتدخل لدى بوتين لتأجيل صفقة السخوي 34 ومن ثم أيضا التأجيل الثاني المتوقع إلى 2027 بنسبة للصخوي 57 إذن هذا التدخل المباشر في هذه العملية جعلت الجيش يرد بنفس القوة عندما ذكر أن على الجيش وأمام رئيس أركان فرنسا يعني أن الخطاب هو خطاب بين رئيس أركان الجيش الجزائري ورئيس الأركان الفرنسي والعملية بالتجارب ليست سياسية وإنما هي علاقة عسكرية يجب الوصول إلى تسوية باتجاه في حدود ماي القادم هناك شرط إضافي بالنسبة للطرف الجزائري والجانب الجزائري الذي طالب أن تكون هناك تسوية من الآن وإلى ماي وهذه الفترة لا تزال في حدود الثمانية أسابية يجب الوصول إلى تسوية بخصوص خارطة المدافن أو مقابر النفايات النووية وأهم من كل ذلك معرفة أين هي لأنها إلى الآن مجهولة لدى الجيش الجزائري وبالتالي فالخوف وأن يكون هناك بناء عليها أو بناء على نفايات هنا يجب على الجزائر أن تعرف أين هذه المواقع ويجب تحديدها من طرف الجيش الجزائري إكمالا إكمالا السيادته على أرضه وهذا الذي يجعل عدم التشكيك في الصحراء الجزائرية والسيادة عليها أمر ضروري بالنسبة للجيش الفرنسي وهذا الذي يضع إشكالا آخر في أي مفاوضات محتملة رغم أن هناك شيء معروف بالنسبة للحدود الموروطة حسب الاتحاد الإفريقي كحدود رسمية لكل الدول وهذا الذي يجعل من العرف الإفريقي جزءا من الترتيب الذي يجب أن يحترمه الفرنسي على الأقل حسب الجزائري لكن هذا ليس بالضرورة هو ما نقشه فقط الجزائري الجزائري يبحث من الآن على تقنية نووية إن لم يصل مع الفرنسيين إلى تسوية في موضوع التجارب النووية فإن الجزائري قد يندفع أكثر باتجاه هذا الملف وهذا ما سيجعل التقنية النووية جزءا من المشروع العسكري الجزائري فعلى فرنسا أن تختار ما بين تسوية المسألة النووية من حيث مقابرها أو نفاياتها والخرائط التي أنشست فيها هذه التجارب وإلا فإن القطيعة بين الجيشين تساوي تماما القفز بعد ما إلى ما قد يسمى بالملف النووي الجزائري وهذا معروف وإن جمده الرئيس بوتفليقة فإن إمكانية إحيائه ورقة في يد الجيش الجزائري هذه نقطة أولى النقطة الثانية تتجلى في ما يسمى بالسيموك أو قيادة الأركان المشتركة بالنسبة للبلدان لدول الساحل وانطلاقا من تامنراست ومن توافقات وأوفاق تامنراست من جهتين يلعب الجزائري على ورقة أن إدارة بايدن قد تستدعي نفس الخلفية التي مارسها الجزائريون مع إدارة أوباما فهناك إمكانية لإحياء السيموك وهذه نقطة أساسية بالنسبة لقيادة الأركان ما بين الفرنسي والجزائري وباقي دول الساحل أو على الأقل استراتيجية الحدود التي هي اليوم تكيف انظروا إلى التعبير الذي استخدم رسميا من طرف القيادة الجزائرية تكييف الفرق العسكرية في الحدود وهذا الذي في الحدود الجزائرية على العموم ولكن هنا على الخصوص مع جنوبها في جنوب الجزائر وفي علاقة مع شمال مالي إعادة التكييف إعادة انتشار وإعادة تسليح وإعادة هامش المناورة والقيادة والضبط كل ذلك أنجزة مباشرة هناك يعني أن العملية اليوم لا تستدعي فقط أن يكون قائداء الأركان أو رئاسة الأركان في كل من الفرنسا والجزائر تستدعي سيموك بكاملها لإنجاز ما يجب عملياتيا عملياتيا وهنا يصبح الجزائريون ونتيجة دستورهم الجديد الذي يسمح بالمشاركة الخارجية للجيش فإن الإطار العملياتي اليوم عبر سيموك سيسمح بالانتشار وإعادة التكييف بلغة الجزائريين وهذا الذي يعطي حصار مباشر للدور الفرنسي فالدور الفرنسي لا يقوم فقط على ما يسمى بعزل الصحراء الجزائرية كأقليم عسكري انطلاقا من النفايات النووية من هذه النقطة تحديدا فإن الصحراء الجزائرية هي معزولة عن التكييف الجديد للجيش الجزائري وهذا يرغب فيه الفرنسي الفرنسي يرغب في هذه النقطة تماما كي لا يكون الانتشار في الصحراء الجزائرية من طرف الجيش الجزائري مكتملا ومتحكما فيه ومسيطرا عليه وهذه مهمة للغاية بالنسبة للفرنسي فليس فقط هناك مسألة متعلقة بالنووي متعلقة أيضا بإعادة الهيكلة بالنسبة للجيش أو إعادة تكييف التواجد أو ما يسمى بالفرق التابعة لقيادة الأركان العملياتية المشتركة وهنا لا بد من ذكر إشكالية المفاوضات منذ الدورة 17 للجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية والمؤهلة في ماي 2021 لتسليم الخرائط الطبوغرافية للتجارب النووية ومعرفة المناطق غير المكتشفة إلى الآن بالنسبة لهذه الخارطة هناك أيضا المشاركة وإعادة تأهيل باقي المواقع وهنا لا بد من ذكر أن إعادة تأهيل الموقعين عبر الجيش يريد منهما شاركة الفرنسيين في باقي تأهيل هذه المنطقة لكن بالنسبة لرئيس الأركان الفرنسي هناك إصرار إصرار فرنسي يساوي إصرار الجانب الجزائري على أن يكون الاعتدار على التجارب النووية مسبقا دون ذكر التاريخ الكولونيالي وإشكاليته ثانيا بالنسبة للفرنسي كرس مرة أخرى رفض التعويض المادي عن هذه التجارب النووية وهذا خطير جدا وأصبحت الخطوات الرمزية فقط ثالثا رفض الاستفادة من النووي الذي دافع الجزائريون ثمنه غاليا فيرفض الفرنسيون إلى الآن الاستفادة من النووي الفرنسي لأن فيه جزائريين دفعوا ثمنه غاليا وهذا الذي يضعنا أمام إشكال حقيقي بتسليم الطاقة والكهرباء وغيرها من الأساليب التي يمكن أن يستفيد فيها الجزائري من النووي الفرنسي أو نقل بعض تقنياته خصوصا للطاقة الكهربائية إلى الجزائر هناك رفع السري عن هذه التجارب كاملة وهنا كان واضحا جدا بأن استعادة البرنامج النووي الجزائري هذا مهم جدا أساسي بالنسبة للجميع فالرسالة موجهة إلى الطرفين أولا بالنسبة للجيش الفرنسي عليه أولا الاعتذار ومن ثم التعويض المادي أو على الأقل إلم يكون التعويض فالمشاركة في إعادة التأهيل بمعنى أن هناك رغبة تقنية وغيرها مما يعني أن الجيش الفرنسي يجب أن يتحمل مسؤوليته والمسألة الثالثة والأخيرة هي بالنسبة للنووي الجزائري فهناك رغبة جزائرية من طرف الجيش ومن طرف الشنغريح شخصيا باستعادة ملف النووي الجزائري والوصول إلى فتحه مباشرة لأن الجيش الجزائري منذ بداية بوتفليقة منذ بداية مرحلة بوتفليقة ترك هذا الملف والآن يحاول تجديد الأمر الذي يمكن أن يستعيد به الجزائريون ملفهم النووي أخصص حلقة أو حلقتين حول النووي الجزائري وكيف عمل عليه الجزائريون بشكل كامل لكن المهم اليوم هو عودة الجيش الجزائري إلى النووي الجزائري وهذا الذي كشفه شانجريحة الذين يعتقدون بأن اللقاء كان صعبا جدا كان يتفاوض فيه الجزائريون حول المستقبل النووي انطلاقا من النفايات انطلاقا من تأهيل المواقع انطلاقا من التعويض انطلاقا أيضا وهذا هو الأهم من الاستفادة من النووي الجزائري أي ان النووي الفرنسي ليس وحده للفرنسيين بل النووي الفرنسي لدى الشعب الجزائري فاتورة لدفعه وأيضا مهم جدا أن يكون هناك استفادة من البرنامج النووي الفرنسي بالنسبة لماكرون كان واضحا جدا لن أقبل يقول ماكرون لن أقبل أن يكون لدى الجزائر نووي ثاني لا أريد أن تكون هناك إيران أخرى بالنسبة لفرنسا لذلك فالعملية قد تدفع الفرنسا إلى إجهاض أي عملية بهذا الأساس وإن رغب الجزائريون في أن يكون لديهم مثل هذا الاستقلال في اتخاذ القرار بشأن الترسانة النووية أو البرنامج النووي على وجه دقيق فإن العملية تبدأ من إجهاد من قول مباشرة مكرون بأني سأسعى إلى إجهاد أي خطوة نووية وبالنسبة لما يسمى بالنفايات فإنه يعتقد بأن أي أثر أي كولوجي وغيره سيتحمله الفرنسيون في حال ظهور أثر بارز وواضح وهنا على الجزائرين أن يكون لديهم الشجاعة في محاكمة فرنسا هذه لن تكون اليوم وربما ليس غدا وإنما بعد غد هناك خيار أمام التعويض التعويض يجب أن يذهب بعيدا وهذا احتمال قائم بالنسبة للجيش فالمهم بالنسبة لفرنسا عليها إما أن تسوي المسألة الفنية بالنسبة للخرائط الطبورافية وغيرها والتأهيل وغيرها وإقفال ملف النووي الجزائري وإلا فسيكون التعويض قائما على مشاركة الجزائريين وهذا هو خوف الفرنسيين لأنه إن أهل الفرنسيون وشاركوا في هذا التأهيل سيشارك الجزائريين سيطالبون في الخطوة الثانية أمام نتائج هذا البرنامج وهذا الذي يتخوف منه تماما ماكرون لذلك فلا يريد فتح باب التعويض المادي على وجه الإطلاق أما بالنسبة للخطوة الجريئة نحو استعادة البرنامج المجمد نوويا هناك برنامج بوتفليقة ونتيجة العلاقات مع أمريكا اليوم يتقترح الجزائريون أيضا العودة إلى نفس ما كان عليه الأمر عبر الفرنسيين وليس عبر الأمريكيين تمرت من هندسة قادها رامس سيد في حينه ما يسمى بالقيادة المشتركة سيموك وأيضا الآن يرغب الجزائريون في تحريكها عبر الفرنسي مدام الفرنسي هو المشارك أساسا في براخان إذن المهم في كل ذلك أن الجزائريين يلعبون بهاتين الورقتين وأن الأمر يتعلق حاليا إما بتعويض عيني وإما بتعويض مادي نقده فبالنسبة لهذا التأهيل والمشاركة في هذا التأهيل يجب أن يحسم في ماي وإلا فإن الخطوة القادمة بالنسبة للجزائر وبالنسبة للجيش الجزائر ستكون صعبة جدا ومعقدة لأن الفرنسي يعرف ماي بالخطوة خصوصا باتجاه النووي واستحضار التقنية النووية لمعرفة هذه المدافن وتوبغرافيتها وهذه الخرائط ولذلك فإن الجزائر سيكون مضطرا إلى انتلاك التقنية النووية من أجل الوصول إلى ما يطلبه الآن وعلى الفرنسيين أن يختاروا لأن الخيار هو بين النووي الجزائري أو بين التعويض عن النووي الذي حدث في الجزائر ولد الفرنسيين الفرصة إلى ماي شكرا جزيلا وإلى اللقاء ترجمة نانسيين